السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم آخر مرة حطينا مصنع الليمون هذا من آخر الدنيا المشكلة الأساسية بط المنتجات وصولها تشوفوا بتشوفون يعني سكت قطار حاطناها فالحين واحدة من الشغلات اللي أبقى سويها أبو أيب هالقطار أو سكة بديلة بالأحراء الفضل من أن يكون قطار نفسه وأوصله في السكة هاي لأن الحين واحدة من المشاكل اللي عنا هناك في الاخطار الثاني كان شو السكة نفسها مزحومة لو تذكرون فالحين اللي أبقى سويه أبقى حصل لمكان أحطي في الاخطار وأحطي هني السكة الثانية نزيل هذه السكة لازم تسوي بايباس أو بالأحراء البايباس اللي هو يعني انها ما تكون مع أي ما تتشارك هال الخطار هذا ما تشارك الاخطار هذا في السكة موته أخذ باختصارة إلى أكثر و الأقل نزيل خلنا شوفه توصل توصل هنا عم ونباه بعد من التجاه الثاني أو من ناحية ثانية القطار هذا نفسه نقدر أن نوصله في السكة هاي هاي شغلة ثانية بعد ليش بس مش من هنا بالطريقة هاي مثلا وهني مستحيل نوصلها صح على موقع القطار هذا بس نقدر نوصله إلا إذا خلنا نوقف الخريطة ونشل القطار هذا خلنا نبني كلهم نشل القطار هذا الرجع وراء نزيل ونوصله بس سكة نفسها هاي نحظة نحظة خلنا نسوي بالطريقة هاي وناخذ النقطة هاي ونوصل القطار أوكي وهالقطار نفسه أبا بعد شو يسوي يوصل للجماعة الطيبة هالي اللي هني اللي هم هني يعني قطار ملتف صناعي نزيل من هالناحية نحنا راح نقدر نشحن هالمنتجات أسرع اللي هني بس السؤال اللي يطرق انت بحطي القطار هني اللي أول بس قلت لأ خلوني أحطي القطار هني لأنه نظريا مفروض يستعملون القطار كلهم النظرية تقول فخلوني يتكد من نظريتي وهالكلهم راح يستعملون القطار أم لا بنحطي على ضفاف النهر أوكي ضفة النهر مش ضفاف ضفة النهر وبحطي سكة من هني لين هني بالطريقة هاي وستوتك عنه دخلنا بس نسكرب حاجز نبين أن الخطار هذا مدعوم أيوة كان مكانا حلو ليش تغير شوية الموسى حركة بفوق شوية ولا هني المشكلة يعطيني أزرق بعدين يروح أحمر الحين أنا با بدون الموبتول عساسا نقلل أيوة أيوة هذا جيد الحين بس نرفع النقطتين من هني ونقطة من هني ونرفع الخطار مستوى على أساس يناسب المكان ويمكن ننزل هذا شوي بس شوي حسنا 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 مرتب الحين هذا الخطار نظريا نشوف أور ماينك أيوة بدأ يستعمل الأور ماينك شوفوا الأور هذا قام يستعمل الخطار ها معناه نظريا إذا أنا أحطي هني كارغو في مكان من الأماكن كانت الخطة هني بس أنا خربت المكان كله نزيل إذا أحطي الكارغو وبطريقة أني أقدر أي كل شي بما أن هذا مصنع خلوني أحطي مثلا شارع هني سوري خلنا أحطي هالشارع نزيل ونشوف هل راح توصل المنتجات أسرع لأن الحين شوفوا الحين هذا قاعد ينتج بس أحس ممكن هاي اللي يكونون فل أكثر هاي هاي الأوكي مو عندنا مشكلة وياها من زين بس هذا أساسا راح يستعمل كل المنطقة كاملة يعني المعادن ولا هذا راح يستعمل هنا لأن الحين الانتاج الحين الصافي وين يروح شوفوا في سيارة تشيلا قلاس لازم توصل السيارة لين هني شوفوا هل راح يتغير هاي شي والله تبصتك أنا مش متأكد أمية بالأمية لكن نظريا أيوة مفروض يتغير الحلاحة هذا وين ساير فارم ترك وين يودي هذا حتى هذا ترك الصغير يوصل لحظة انشاء للأستوب هذا حتى ترك الصغير هذا يوصل شوفوا هذا يوصل وين من آخر الدنيا أنا مش متأكد إذا وفرت الحين محطة الإختار تراه راح يتعدل وضع مية بالمية بس أتمنى يتعدل الوضع شوية أنزين فبالتالي بنحطي الخطار العينة بميلان هاي الطريقة أنزين متمنيا أنه هم راح يستعملونه أنزين أول شي بنوصل ما بوصل الخطار أول شي خلنا النيب هذا بنحطي الخط بنحطي ستشوارع رديو اوكيوبايل ما بقدر صح ما بقدر بس مع ذلك حتى لو أغيرهم إلى هذا أفضل وايد ولحظة هذا خطار خطار أنا أحطي على الشارع والله أني مسطر خلوا خلوا شارعين بس نجد بنزل سكة من هنا تقريبا وفي مجال تقريبا هني مع هال عنزين وبننزلها هنا شوية أتحسون أن فيها نوع من أنواع التعقيد بس ها يسكك القطار إذا نبه نطلع منها فعالية قصوان زين بنطلع بالعكس هذا بنسيب الطريقة هاي الحين اللي أتمنى شو يستوي طبعا في كل الأحوال أنا لا أستفيد من القطارات هاي أنا مش خسرا بس اللي أتمنى أن السلسلة هاي تكون أسرع داخلية بدل ما تكون السلسلة من الخارج إن الشاحنات كلها بعد هاتي ساند أور كلهم فل وين رايحين هاي سؤال ما بيستعملوا قطار يعني ولا ما يبون ولا هاي اللي بيروحوا مكان ثاني ما بيبون هالمصنع بيبون هالقطار ما ظني هاي يودون الصناعية يستفيدون منا أوكي نايس 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 لازم الحين هذا القطار الشو يشال ما قدر شوف شو شال القطار ها صح كارغو ترين لودد تراس بورد كاتورو كود نزين هذا الوين رايح بتير نكتوب فاسيليتي انترستنج يعني هاي تسوى تجينريت ولا أصدر سيارة على أساس الشي هذا بس هني ما أعرف مدى فعالية القطار هني بالنسبة للمصانع لان هذا راح أسوي شبكة من القطارات هني ولا بالأحراء على أساس ان تنقل البضايع ما بين وبين فاذا انها راح توصل البضاعة بيكون ويد زين بس انا متأكدت من ان كلهم موصلات لحظة هل هذا موصل لا عمنا عيب في المكان فكيف ترى ياهم يوصلون ايوه الحين تم التوصيل اوكي الاول متوصل بالخارج فقط الحين اذا القطار بيب لهم هني بالضاعة نحن بنرتاح ووايد من ويد جوانب راح نرتاح راح نرتاح بس بغير شكل السكة من شكل السكة مش عايبني ويد نيد مور باور صح مور باور موضوع خاطري اقول بسيط لكن مش بسيط هذا بس ميتين الف بس يوفر كم بثمانين الف هذا بالفين بس سل غير هذا هذا خمسين الف يعني اذا اقدر اوفر هذا ميتين الف بيزيد بينزلني ثمانت الاف تحت بس النيو كلير والطاقة النووية والله ما دل اذا ما يشروع اتا الريالي بس اظن خمسين الف كفيني حاليا وين انتاج الكهرباء حطيناه هني صح نحطي انتاج الكهرباء واحد هني واذا النهاية يمكن يكون نيو كلير لن نشوفوا ما زادني ما حس انه بيزي اعطاني كهرباء فعلية والله استهلاك عالي للمدينة ويد ويد عالي الاستهلاك انترستنك انزين خلا نشوف شو مكتوب مكتوب ترين سيكاري جودز اندروم ماتيريالز يشيل السمان مالنا داخل المدينة وخارج ستينا المدينة انزين الحين بعدنا نشوف شاحنات انا قاعدتي بس شغالين الشاحنات شغالة صراحة الشاحنات شغالة والمصنع شغال ومارو ما سوي اكثر من مصنع واحد على فكرة بس اقدر ارفع البرودكشن ريت مالي ولا معدل الصناعة مثلا مية وخمسين في الامية يرفع الكوست مالي لا وين الكوست مالي سبعمية استوى ولكن لحوة على امية في الامية كم يزيد مرة ونص الكوست بس اظن بينتج اسرع مفروض ايوة اذا استال فكذي ممكن يستاهل لانه اذا بيستهلك الزجاج هذا الحين من هاي الصناعية انا راح شو اسوي امدد سكان هني شوفوا الصناعية وين وسكان وين ترى الموضوع مخيف بالنسبة لي انا مخيف انه ما يضبط واتوهق وعلى غلب راح اتوهق بس خلنا نجرب بنحطي مينة مينة صغير اهني بعد اييب الناس عن طريق البحر لان عنا البحر مكان طيب ممزين بنيب الناس من هني لين وين الشارع هذا هذا بيموت اللي في كل حرام نحطيه بنيب من هني لين هني لا الناس بتي عساس تروح براش وبنحطي الشارع بحري اللي هو ان شاء الله يضبط ايوة راح تكون عنا ازمة شارع بحري بس هل اذا اقدر اسوي الاثنين جنب بعض شوية تحت شوية 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 ايوة ايوة شوية يمين ايوة اوكي بالنيبه هذا من هني هني فتحه وسيعه جدا وسيعه مم زين وبننيب هذا الى هذا الطريق وبنسوي المربع الدوار ما لنا الخطير السحري السحره. لازم نلف شوي من وراء. بالطريقة هاي. الشوية هو خبصة لانه زحمة عندي هاي من ميزات الزحمة ومن عيوبها. يعني اذا ابا زحمة هاي ميزات وعيوب لازم انا اتقبلها في الوضع اللي موجود فيه. فبالتالي توصيل هذي التوصيلات والصنع التوصيلات هاي مش موضوع سهل للغاية. بصراحة. هذا موصل لاخر الدنيا. هل هذا وصلناه? هذا وصلناه? هذا ليش موجود ونوصل البحر? هذا ما في حد تستعمله. معناه بنضيف تكسي زيادة من اهني. فقط لين? اهني. وبالطريقة هاي. وبنضيف تكسي ثاني من اهني. ايب الناس الهني. بيشل الناس للصناعية. ما اتوقع الناس اللي في الجامعة بيشتغرون في الصناعية فما بس يزحمة هناك. اوكي? فصار عندنا النقل البحري. للناس اللي موجودين هني. بس خلنا نزل شوي مستوى هذا عساس يكون مستوى الكونكريت. زين? ايوه بطريقة هاي. اوكي? بستوى الحين عندنا ناس ايون هني. في حد يا هني اصلا. كل شي مسكياس يعلق القيم. اوكي. امم. الغابات نفسها. كنت بس بعد ما يكون عندي سكان زيادة. ممزين? لان هنا ما حد ساكن. طبيعة الحال ما حد بيصير. خلنا نشوف بنحط هني سكان 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 سكان. سكان سكان سكان. دقيقة. وبنمشي هني. ابا الناس عايشة هني على الزاوية. اوكي? المدينة المزحومة. ممزين? بالطريقة هاي يكون عندنا مقدمة للمدينة وعندنا مواصلات. وعندنا مكان حق الخدمات هني. وعندنا قطار ياي يمسوي ازعاج وهو قد وشي زين. وهني بيوت. بعدها مالي خاطر فلسس مترى. ونسوي عماير. احس البيوت حلوين الصراحة العماير. صح اني يبون سكان بس كم 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 بحتاج سكان. كم بحتاج سكان انتو خبروني. هاي اللي بيتطورون. هاي اللي بيتطورون مفروض في وقت سريع. بس هني بنبدأ نحطي خدمات ثانية. خدمات مدينة كاملة. ما بحطي. تسمع. ما بحطي الخدمات الصغيرة. بس بعد بالتالي. نحن فتحنا. نقلنا. هذا. بس بعدنا نضع. المدخول الاقصى اللي نسوي. المدخول الاقصى عشان نسوي. صبر انا قاعد افكر الحين ترى انا وياكم بس انا قاعد افكر. انا زي. اذا السالفة بالطريقة هاي. انا راح احطي هني محال تجارية على اساس نزيد الطلب هني شوي في هاي المنطقة. نزيد. وهذا اشوف قاعد. ينتج ما في حيلة. فبحطي محلات هني تجارية. وين هذا المكان. خلنا نسوي لنا يا اصدقائي. دكاكين شوية. اكثر دكاكين سعيدة في العالم. بالطريقة. هاي نزيد. ونتوفر مواي عندهم طبعا اكيد اخر اخر جزء هذا لازم يكون ما في مواي. هني محلات صغيرة. هني محلات اكبر كنت مخلي المكان حق الخدمات انا اتذكر هالشي بس حاليا غيرت رايي عشان نزيد الطلب شوي على البطايا وعنه وايد وايد حركة تصدير قوية عندنا نحن التصدير عندنا وايد قوي. بس هذي ممكن يكون ما مننا فايدة بس ما عليه معللنا هاي الاصلا فل. فل. انا غيرت هي هني. لا موزين هني اصلا المكان قاعد ينترس بدون مشاكل بس ممكن نمدد. المزرعة هذي. احطي لها شوي شغلات زيادة شوفوا موضوع الصناعة موضوع مشربك فبسير نحن نكبر الصناعة. معت كبير من المدينة اللي هناك. هذا هذا احس شوي اجباري. يعني تكبرون الاثنين مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض عشان تشوف الفشل يعني اذا فشل مثلا الموظفين اللي يوني الاخرة. اوكي نبا الحين الكتل ولا الملك الكتل هذا حق البقر اوكي. كتل شد حلو. وعننا هني مزرعة يعني بنحطي المزرعة العودة هاي ما الحيوانات بسوي هني ثنتين اوكي. هاي شو بيكون فيها. خنازير تنتج لحم اوكي. الغنم. الشيب ينتج هذا اظنني. الوول. اوكي. وعندنا في بقر ينتج كلهم يبينون لحم خلنا نشوف بقر لان البقر نحن نبا نحل بحلو. بنسوي حضيرتين بقر. كاوز. ونبا بنحطي هني تخزين كله في جانب واحد ونبا نحطي هني شارع صغير. بس ما ما بشد للتقاطع هذا ما بخربة مزين وبنحطي لنا. فلاور مل فلاور مل لا لحبة كتل شد هذا حق بي بي كاو البقرة الصغيرة شي يسمونه عجل مزين. اريس تريس كتل تو بروفايد دم شلترز اوكي هذا ينتج العجل الصغير وعندنا. نحن لازم نحطي كل شي مختص بالبقر زين. ملكينج بارلور هذا الحلب حلو بنحطي الحلب اخر شي مزين. لحظة الملكينج بارلور ليش يسوي. فلوشن غير منطقي. ها. طبعا بيكون مكان لي ما في مويل. هذا ليش يسوي فلوشن. اذا بيسوي فلوشن بحطيه هنا. بروحه. حطيه هنا على الشارع حتى. شوي بعيد عنهم. نزيل اشوف شو الملحقات الموجودة حق البقر. عنزين سلوتر هاوس. نزيل. هذا شو يسوي. هذا يذبح الحيوانات يجهزهم لشو للأكل. طبعا هذا ما بيكفي مكان هنا. فبناخذ شوي مكان المستودعات اللي قلنا عنها. نزيل. وبنحطيها هنا قريب. بما اننا سوينا هالشي بنحطي بعض الحيوانات هنا. مقابلة في الشارع. خلي المكان وسيع بخسراني شي ترى. الطريقة هذه. فاطلع الشارع من هنا. بعد يتقاطع مع هذا. ونشوف هاير كم مساحة ياخذون. نزيل. لاني بحطي باقي نواع الحيوانات. واشوف هل في فرق في المنتجات ولا ما في فرق. بنحطي مزرعة هنا. لا خلهمها مزارع صغيرة بس البقرة كبار اوكي. بنحطي مزرعة هنا ثلاثة هاي اللي بيكون شيب شيب نقدر نحطي ستة اذا نقدر نحطي ستة حلو ثلاثة اربعة خمسة ستة ما بيستوي خمسة بليز بليز ستة ستة هني نزيل. ها بنمدهم بماي. شوفوا هني بقى بشوف شو نوع الشغلات اللي ممكن استفيد منه في هالمكان اوكي. يعني اهني بحدد قلنا اهني شيبز اهني قلنا خنازير. من زين وهني بعد خنازير. وهني لا اهني مو بش شيب ابا هاي لاند كاوس. وابا هني هايلاند كاوس. عشان يكون عندنا تقريبا كل الانواع موجودة هني اللي هم هاي. هذا الغنم. هاي الخنازير الله يكرمكم. وهي البقر. بتقولوا ليش خنازير لان في العادة هم في الالعاب يكون الموفر للجلد الاساسي البقر وموفر اللحم الخنزير ويكون موفر الصوف اللي هو الغنم. فلهم هم تصنيفاتهم. فانا احاول ان يكون لدينا تصنيفاتهم. اني ما اضيع شي على الفاظي. عارف في حد بيكتب لي ليش اه بنيت هذا. حطينا الملكينج سلوتر هاوس حطينا المذبح هذا ما نبقى. الحين اللي نبقى بارن. اوكي. هذا شو ممكن يشل البارن خلنا نشوف. صبر المخزن هذا شو ممكن يشل. اذا بس كورب. لا بس كورب ما ينفع. ولا لازم اغيره في الامبتي بس اوكي. سيدة حد اشتغل فيه. ما بخلي مكان. لا ما بخلي كورب هني. خبيح. منزين. بسير المخازن عيل. بنحطينا مخزن نظامي من اللعبة. يكون يخدم المنطقة هادي كبير ما نقدر نحطيه. اذا نقدر نحطي هذا مثلا. سلوب تو ستيب يعني مفروض نقدر نحطيه. زين هذا. نقدر نحطيه. اوكي. هذا بيكون مفروض بلنس بس خلنا نشوف. اني مال برودكس. اوكي. نايس. يعني اذا احطي واحد ثاني بعد منتجات حيوانية زين. لان اللحم ما في مسلا عندنا. فبيكون زين اني نحطي ثنين منتجات حيوانية هني يخزن. حاليا يمكن على الغلب بيروح تصدير. طبعا هذا يمكن اقرب. خلنا نشوف. لحظة لحظة لحظة. هيا مترو الصح. يا يشحن? لا يشحن هي. اظني بيصدر من هذا في كل حوال. واللي هو ممتاز ترا على فكرة. اذا صدر من هذا وايد زين. وايد اوكي. لان نحن نحن هاشو مشكلته مثلا. خلنا نشوف. ناتينا فرو متيريز. شو يحتاجون هاي? هاي يحتاجين كروبة. اه اذا هم يحتاجون كروبة بنحطي سايلوز هني. حقهم. على اساس السايلو هذا شي يشوي. صبر. يخزن الاكل. دقيقة. وين بيستعبط ويستعبط. اوكي. بنحط هني السايلوز اتجاه واحد هني. زين? يون لهني ويطلعون مرة ثانية على الشارع العام. ما بيختلطون في الباقي. زين? بنحط هني السايلوز. حق شو? حق تصديره. واحد. اثنين. سوري مش حق تصدير. حق اكل الحيوانات. بس هني انا احس ان السايلوز عندنا ما يكفي. الانتاج الزراعي ما يكفي. بالطريقة هاي. فبسوي انتاج زراعي شوي قريب. لان اشوف هني. اوكي هني في كمية كروب. من زين? هني في كمية كروب. سيدة جوة. اوكي. الحين بيكون عندنا مخزن. نقدر حتى نأكل هايل منهم. دام انهم محتاجين الجماعة. من نأكلهم بنأكلهم. ليش ما نأكلهم? ترى هني الموضوع كله في الصناعة. صناعة شوي شربكة في الصناعة اكثر شربكة في اللعبة هاي في الصناعة. اذا عرفت تضبط الصناعة امورك عسل. امورك في السنبتيكة هنزين. والله تصميم مكان مش غلط. انا عايبني صراحة. فهني بيشوف. هذا شو ينتج? كروب اللي هو كروب فيلد. حلو? ويت. كل نفس الشي ينتج من محصولات تجارية. ما في تنويع فعلي في اللعبة ترى. نزين. فبالتالي بحطي قمح. بحطي قمحة هني. انتاج قمحي. عالي شوي. الانتاج بيكون لجل الجماعة اللي هني. اللي هم. اصدقائنا البقر وهائل. خلا نحطي ماء. السهلاك الماء. الشكل بنحتاج نسيه ماء يديد. هني بنحطي مزارع. اخر مزارع مفروض تكون. على امل. ما احتاج زيادة. هذا كبير وايد. هذا صغير اوكي. بنحطي لنا مجموعة مزارع اربعة. اربعة هني يستوي. اربعة هني. اربعة هني. اربعة هني. اربعة هني. انزيل. بنخلي الاربعة هاي. اه اوكي لحظة. سوري. انا غلطان. حطيت حق الحيوانات. ولازم عدل الارض. منزيل. بنسوي شي بنعدل الارض هني شوي. منزيل. وبنحاول نسويها هني. اوكي. وبرد حتي مرة ثانية المزارع. فروت فواكه بعد عندنا. الفواكه شو تنتج. خلنا نشوف. فواكه بنحطي مكان ثاني. هال ميديم اوكي نفس اللي هناك واحد. اثنين. ثلاث. واحد. ثلاث. نقدر نحطي. واحد. اذا نقدر نحطي الثاني اوكي. اثنين. هات الثلاثة راح يكونون. خلهم ذرة. يكفي ذرة. ما ما يفرق بياي كثير صراحة. صراحة ما تفرق معي كثير. خلهم. دام انه. الجماعة هني يتعبون. الجماعة اللي هني شبه فل. الجماعة اللي هني يحصلون نصيبهم بس يكفيني. لان هذه المزارع الشغالة هني عدل. اوكي. الحين نظريا مفروض استو عندي كل المنتجات الحيوانية بس الزراعية مشكلها استوات عندي. انا متأكد. بس المكان شكل شوي فاضي. وانا شي ضايقني. ممزين. فخلنا نحطي. كمن حديقة هني. خليل حدائق في نص المزارع هيا المزارع يعني. مفروض تكون خضرة اساسا. نزي. واحد اثنين. شوي تعديل نفسية حق الناس. وهني نبا. باركس حق عمال. زيادة. اتصور بنحتاجهم لان المزارع استوات ضخمة. ومسافات على فكرة. مش مسافات بسيطة. المسافات اللي يقطعونها وايد عالية. انزيل. هذا هني يسمح لنا ان نحن نتم نزيد بيوتة هني على فكرة. يعني لو انا الحين اييب هني. بيوت زيادة. الشي هذا يشفع لي. مهندسة المربعات. والله علقة الكلمة فراسي خلنا خلي ما النص فاضي. خلنا اخر جزئية الحين ما بنبني فيها. بس على الكرنيش. بنسوي هني حقبنا. خلنا نهدم هذا. الطريقة هاي. ماي اني بلهم ماي كلهم. واخر شوية شوية هاي هاي بيصيحون ما في ماي. نزيل. وبنحطي هني بيوت. بالوسط بحطي شوية عماير. سوري مش هاي. بيوتة ذيبون دكاكين يونه هني. بنحطي شوية اه. عماية الذكاكين هني وعماية الذكاكين هني. ونقدر نحطي عماية الهني وكم عمارة هني. يبقى نسد احتياجهم هني. اللي يبقى يروح دكاك يروح هناك بعيدا عن اللي تعجب. من الاخر يعني اعطيهم اياهم. ونقدر سبب هالشي نمدلنا الشارع. من هني لين. هني ومن هني لين. طبعا ما اقدر. اوكي بايت طبيعي. وبمدل الشارع من هني لين. هني وهالشارع بالطريقة هاي. اوكي. خلنا نرجع الخطار الطبيعي. فريقة هاي. تقدر الامكان الطبيعي. اللي في عنا سلسلة مواصلات هني شغالة. فما انا بخرب الدنيا. نزيل. الناس زادت كل شي زاد. المزارع زاد. وقت الحلقة خلص. ما بطول عليكم كثير. خلونا. ان شاء الله. نتلاقي بحلقة خادمة. ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.